اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين في البداية أود أن أحيي الإخوة الكرام في هذه الجمعيات المباركة على دعوتهم وعلى اهتمامهم بالجانب العلمي والجانب المعرفي في هذا الشهر الكريم شهر رمضان شهر التقرب إلى الله تعالى بالطاعات من صيام وصلاة وصدقة وقرآن ولعل من أهم ما يتقرب به المسلم إلى الله تعالى أن يتقرب إليه بطلب العلم وبالاهتمام بمجال العلم والمعرفة الإسلامية بصفة عامة فأعيد الشكر مرة أخرى للإخوة الكرام الأفاضل على هذه الدعوة وعلى هذا الاهتمام الموضوع الذي اختير لهذه الأمسية هو أهمية العلم ومراتبه في الإسلام لا يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام والأخوات المتابعون جميعا لهذه الحصة أن الإسلام دعوة علمة أو دعوة علمية بالأساس يكفي أن يكون هذا القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل منه نزل قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فكانت اقرأ أول كلمة من الوحي تقرع سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت بعدها صور أخرى من قبيل قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون وجاءت الصور تترى في القرآن الكريم تتحدث عن العلم والمعرفة القرآن الكريم من بدايته يتحدث عن العلم ويتحدث عن طلب العلم ويتحدث عن المقارنة بين العالم وغير العالم بين الذي يتعلم والذي لا يتعلم الله تعالى عندما يقول في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهو يضع الناس أمام هذه المقارنة ويطرح عليهم هذا السؤال ويعرف الناس جميعا الإجابة على هذا السؤال من أجل أن يستحث الناس على طلب العلم والمعرفة فيقول قل أي قل لهم يا محمد قل للناس قل للمسلمين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طبعا يستحيل لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين يعلمون بالتأكيد هم أفضل بشهادة الدين بشهادة الواقع بشهادة التاريخ فالكل يشهد أن الذين يعلمون خير وأفضل من الذين لا يعلمون ولذلك كان العلم فارقا بين فئتين حتى داخل الدائرة الإسلامية فالذي يؤمن بعلم ليس كالذي يؤمن بدون علم الذي يؤمن إيمانا جازما ناتجا عن علم وعن معرفة لا شك أنه أفضل بكثير من الذي يؤمن إيمانا موروثا ربما لكنه لا يقيده ولا يؤيده بالعلم والمعرفة عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اعلم أنه لا إله إلا الله بمعنى أن كلمة التوحيد وأن الإيمان والمعتقد لا يكفي فيه أن يكون وراثيا ولا يكفي فيه أن يكون الإنسان متصورا لما وجد عليه آباءه فالقرآن الكريم عاب على المشركين أنهم كانوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أي ما وجدوا عليه الآباء هذا الإيمان مرفوض عندنا في الشريعة ولذلك علماء العقيدة يتحدثون عن أن الإيمان التقليدي أو الإيمان الذي يقلد فيه الإنسان هذا لا يخلو أمره من رد أو لا يخلو أمره من تردد يقول صاحب الجوهر إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ولذلك الإيمان هو الذي يكون نابعا من قناعة ونابعا من علم ونابعا من معرفة حتى الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح قال كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل أي قبل أن يقول المسلم شيئا من المعتقد أو من غير المعتقد وقبل أن يفعل شيئا لا بد أن يكون هذا العلم أو لا بد أن يكون هذا القول وهذا العمل نابعين عن معرفة ونابعين عن علم بل عندما نتأمل القرآن الكريم نجد أنه بين أن القرآن رسالة وخطاب لأولي العلم لأولي العلم يقول الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم أي الذين يدركون حقيقة هذه الشريعة والذين يدركون حقيقة هذا الدين والذين يدركون مرامي هذا الدين إنما هم الذين أوتوا العلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم عندما وقع للناس فتنة في زمان قارون افتتن الناس به ورأوا أن الجاه والمنصب إنما يدرك بالمال وتصور الناس تصورات ذكرها القرآن الكريم فانطلق الناس يتحدثون عن أن قارون أوتي مالا كثيرا وأنه ذو حظة إنه لذو حظ عظيم لكن الذي يصحح الفكرة والذي يصحح الاتجاه للناس هم أصحاب العلم والمعرفة وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا يكفي في مدح العلم في القرآن الكريم وفي الاهتمام به أن الله عز وجل شهد لأصحاب العلم بأنهم الصفوة يقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله تعالى يشهد لهؤلاء العلماء لأن هؤلاء العلماء هم الذين يشهدون لله عز وجل أنه الله وأنه الحق سبحانه وتعالى فهم الذين يشهدون لله تعالى بذلك والله تعالى يمتدحهم على هذا في آية أخرى نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما أداة حصر كما يقول أهل اللغة بمعنى أن الذين يخشون الله حق الخشية الذين يعبدون الله حق العبادة الذين يطيعون الله حق الطاعة هم الذين أوتوا العلم أما الجاهل البعيد عن دينه فإن عبادته كما قال علماؤنا قديما عبادته في حجره كما قالوا إذا قام أهرقها ولذلك كان العلم مطلوبا وأعز ما يطلب عند المسلمين ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم به اهتماما بالغا دخل صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد الناس جماعات بعضهم يذكر الله وبعضهم يصلي وبعضهم يدعو وبعضهم يقرأ القرآن ووجد مجموعة تتعلم العلم أي يسألون ويتعلمون ويحفظون فجلس صلى الله عليه وسلم وقال أما هؤلاء أي أشار إلى الذين يعبدون بمفهوم العبادة بمعنى أنهم يذكرون الله ويدعون ويقرؤون فقال أما هؤلاء فيدعون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء حرمهم وأما هؤلاء فيتعلمون العلم وأنا إنما بعثت معلما وأنا إنما بعثت معلما فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذن أن سمى نفسه معلما وجالس إلى هؤلاء الذين يتعلمون وأعطاهم مما علمه الله وعلمهم مما كان أو مما علمه الله سبحانه وتعالى ولذلك إذن فأهمية العلم وفضيلته في الإسلام كبيرة جدا العجب في هذا الدين وفي القرآن الكريم أنك تجده ميز بين العالم وغير العالم حتى في المخلوقات الأخرى من غير من غير البشر من غير البشر في عالم الجن يتحدث القرآن الكريم عن أن الذي تحدث لعالمه من الجن هو الذي عنده علم والذي عنده معرفة قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أو قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي أن الذي كان عنده علم من الكتاب كان أكثر قدرة وطاقة في عالم الجن من العفريت والعفريت في اللغة العربية هو الذي يستطيع فعل أشياء يعجز عنها غيره هذا يسمى عفرا وعفريتا في اللغة العربية فالعفريت قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لكن الذي عنده العلم قال شيئا آخر قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي في لمحة البصر آتيك به وهكذا بل في غير عالم الإنس والجن في عالم الحيوان الحيوان أيضا يميز بالعلم الحيوان العالم أفضل من الحيوان غير العالم ولكم أن تقارنوا الآن بين كلب في البادية لا قيمة له يمضي هكذا بين الحدائق أو بين الجبال لا قيمة له ولا يسوي شيئا وبين كلب آخر معلم ومدرب ويباع بالملايين يشتغل عند الشرطة مثلا أو يشتغل في الجمالك أو ما إلى ذلك الله تعالى أعطى إشارة في القرآن الكريم إلى هذا عندما تحدث في باب الصيد في باب الصيد عندنا في الفقه الإسلامي أن الكلب الذي يؤكل صيده هو الكلب المعلم أما الكلب غير المعلم فلو أنه أمسك طائرا أو حيوانا بريا فإنه لا يؤكل لماذا؟ لأنه غير معلم هكذا الله تعالى قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الشاهد عندي في قوله تعالى معلمين تعلمون مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله أي هذه الجوارح من كلاب أو غيرها إذا كانت معلمة فإن أكلها أو صيدها يؤكل لكن إذا كانت غير معلمة فإن صيدها لا يؤكل وهكذا قله في العوالم التي ذكرها القرآن الهدهد هدهد سليمان تميز بعلمه قال لسليمان وجئتك عندما سأله سليمان ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به إذن هي معرفة هو علم حجة هدهد سليمان هي العلم والمعرفة وميزة داود وسليمان أيضا العلم والمعرفة ألم يقل الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فتوارث أو ورث سليمان من أبيه هذا العلم وهذه المعرفة وكانت حتى الحيوانات وما يحيط بسليمان من شأنه أن يكون عالما ولذلك اشترط لنجاة الهدهد أن يأتيه بعلم قال لا أذبحنه أو لا ياتيني بسلطان مبين فمكث أو مكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به أحط أي عندي علم ليس عندك هذا الهدهد يقولها لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وهنا إشارة إلى العلم الذي يطلبه الإسلام وهو العلم اليقيني وهو العلم المنبني على الحجة أو المبني على الحجة وعلى الدليل قل هل عندكم من علم؟ فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون القرآن لا يقبل التخريص القرآن لا يقبل الظن القرآن لا يقبل الكلام الذي يقال هكذا على عواهنه وإنما يريد الحجة قل هل عندكم من علم؟ فتخرجوه لنا ويقول في آية أخرى يطالب بالحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وكل الأنبياء كانت دعوتهم مبنية على الحجة وعلى اليقين لذلك إذن القرآن الكريم اهتم بالعلم هكذا وقال وما يعقلها إلا العالمون وتحدث عن العقلاء فقال إن في ذلك الآيات للعالمين نحن نقرأ للعالمين وهناك من يقرأ للعالمين وتحدث عن العاقلين وتحدث عن الذين يتفكرون وتحدث عن الذين يذكرون وتحدث عموما عن المشتغلين وأنهم الصفوة وهذا جميل في القرآن أنه اعتبر أهل العلم هم الصفوة فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أي الذين اختارهم الله تعالى من الخلق هم الصفوة التي كانت تشتغل وما زالت تشتغل بالعلم والمعرفة عندما نقف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من قدر العلماء إلى درجة أن جعلهم ورثة للأنبياء الأنبياء لا يورثون الأموال ليسوا أصحاب أموال وليس هدفهم أن يجمعوا المال وإنما هدفهم أن يبلغوا دعوة الله للناس ولذلك لم يكن من قصدهم جمع المال وإنما كان القصد عندهم أن يبلغوا الناس رسالات الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلماء هم ورثة الأنبياء هذا الحديث رواه أبو الدرداء رضي الله عنه وأكرم به طالب علم جاءه من المدينة المنورة جاءه أحدهم من المدينة المنورة في مسجد دمشق فقال له يا أبو الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنه عندك أي بلغني أنك تحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا هنا إشارة لطيفة جدا كيف كان هؤلاء الصحابة وأبناء الصحابة كيف كانوا يهتمون بالعلم وطلب العلم وكيف كان الواحد منهم يرحل في طلب العلم والمعرفة من شرق البلاد إلى غربها هذا الشاب رحل من المدينة إلى دمشق ربما المسافة قريبة نسبيا بين المدينة ودمشق لكن صار الناس بعد ذلك يرحلون من الأندلس إلى المدينة من أجل طلب العلم أو إلى بغداد نعرف أن ابن العربي رحل من الأندلس إلى المغرب ورحل من المغرب إلى بغداد ومن بغداد إلى الشام إلى مصر ثم رجع إلى المغرب نعرف أن يحيى بن يحيى الليثي رحل من الأندلس إلى المدينة ولازم الإمام مالكا رحمه الله سنوات عديدة ثم بعد ذلك رجع إلى الأندلس ومنهم من لم يرجع ابن مالك الأندلسي صاحب الألفية رحل من الأندلس إلى مصر والشام وقضى مدة أو بقية حياته هناك إلى أن مات في الشام وهكذا المهم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسخ لدى هؤلاء الصحابة الذين كانوا بالمناسبة أميين كانوا غير متعلمين وصفهم الله بذلك قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس أميين معظمهم لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة وكان الواقع هو ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نحن أمة أمية لا نكتم ولا نحسب أي كان هذا هو الواقع لكن ما اكتمل نزول الوحي أو ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى نزلت سورة البقرة وفي سورة البقرة آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم وفي آية الدين يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل إلى آخر الآية بمعنى أن الآية كلها تتحدث عن القراءة وعن الكتابة وعن الإملال الإملال هو الإملاء بالهمز أو باللام تقول أملا وتقول أملا بمعنى أنه أملا عليه الكلام افتلوا فالقرآن إذن اهتم بهذا ونقل بذلك الأمة من أمة كانت أمية لا تكتب ولا تحسب كانت أمة أمية لا تعرف شيئا من هذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهذه معجزته بعثه الله تعالى أميا فقال له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك لماذا؟ إذن لارتاب المبطلون أي ليلا يشكك المشككون في رسالتك فيقول إنك عالم وقارئ ومتعلم وتعرف القراءة والكتابة فلذلك جئت بهذا القرآن لدفع كل هذه الشبهات كان من تقدير الله تعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب لكن الأمة انتقلت بهذه الجهود التي باذلها النبي صلى الله عليه وسلم أخذا من القرآن الكريم انتقلت إلى أمة متعلمة إلى أمة عالمة في غزوة بدر الكبرى أو في غزوة نعم في غزوة بدر تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على المشركين فيها وأسر سبعين منهم وكان عامة أهل مكة من هؤلاء الشباب كانوا متعلمين فكان الفداء من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأن يعلم كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين تصوروا هذه العملية الراقية جدا فداء للأسرى ثم تعليم في الوقت نفسه لأبناء المسلمين وللأطفال والشباب من المسلمين من غير المتعلمين بهذه الجهود التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم وبجلوسه يوميا كان يجلس صلى الله عليه وسلم إلى الناس في المسجد فيعلمهم وكان أن حصلت نوع من الغيرة بين الرجال والنساء فجاءت مجموعة من النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله ما نرى الرجال إلا قد أخذوا منك في معنى كلامهن أخذوا منك كل وقتك فلو خصصت لنا وقتا تعلمنا فيه فرحب النبي صلى الله عليه وسلم بالفكرة وكانت النسوة يأتين إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيخصص لهن وقتا يتحدث إليهن في تعليم القرآن وتعليم مبادئ الدين وتعليم ما ينفع عموما ومن هناك انطلقت العملية التربوية والعملية التعليمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحول بذلك المسجد إلى دوره الأساس وواجبه الحضاري في الأمة الإسلامية بحيث لم يعد مجرد مكان للعبادة بالفهم الخاص أي المسجد عندنا في الإسلام لم يكن مكانا فقط لأداء الصلاة ولا بني المسجد أصلا من على هذا الأساس وإنما كان المسجد يبنى من أجل أن يخدم غرضين اثنين غرض التعبد وغرض التعلم لذلك عندما يتحدث الناس اليوم عن المدارس فيقولون إننا نحن المغاربة مثلا لم نعرف بناء المدرسة إلا بعد دخول الفرنسيين إلى البلاد هذه أغلوطة كبيرة جدا عندنا في مدينة وجدة مدرسة مدرسة سيديزيان في المدينة القديمة يقال ويعجب بعض الناس أن يتحدث بهذا المنطق فيقول إنها أول مدرسة بنيت في المغرب أول مدرسة بنيت في المغرب مدرسة سيديزيان 1907 أعتقد بنيت هذه المدرسة ويربط الناس بين العلم والمعرفة وبين هذا التاريخ تاريخ 1907 وكأننا كنا أميين جهالا لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسم ولا نخرج طبيبا ولا مهندسا ولا بناءا ولا نجارا ولا حدادا حتى دخلت فرنسة من أجل أن تبني المدرسة من أجل أن نتعلم فيها وهذا خطأ كبير الذي وقع في هذه المدرسة أنها أول مدرسة تبنى منفاصلة عن المساجد وإلا فمساجدنا منذ دخول الإسلام بل منذ أول مسجد بني في الإسلام وهو مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مسجد الجمعة بوادي رانوناء قريبا من المسجد النبوي والمسجد الثالث وهو المسجد النبوي الشريف وبعده ما بني من مساجد عبر تاريخ المسلمين كان المسجد دائما مكانا للعبادة ومكانا للتعلم ربما يقول قائل ولماذا لم نفصل بين المسجد وبين المدرسة لماذا لم يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم مدارس هكذا متخصص في التعليم ومنفصل ومنعزل عن المسجد ليبقى المسجد مكانا كما هو اليوم ليبقى المسجد مكانا للعبادة والمدرسة مكانا للتعلم هذه الفكرة لم ترق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعجبه ولا رحب بها لأنه عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يبني بيتا ويسميه مدرسة أو يسميه حتى جامعا أو سميه ما تشاء لكنه صلى الله عليه وسلم كانت عنده فكرة أخرى وهي أنه يريد للعلم أن يكون في المسجد من أجل أن نجمع بين المعرفة وبين التدين من أجل أن يشعر طالب العلم أنه عندما يدرس فهو يقرأ كما قال الله تعالى اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك فهو علم ولكنه مرتبط بالدين مرتبط بالله مرتبط بالطربية الإيمانية الدينية ولذلك كنت تجد العلماء يدرسون في المساجد حتى في الجامعات أول جامعة كما هو معترف بها في العالم هي جامعة القرويين بفاس هذه الجامعة كانت عبارة عن مسجد وما زالت إلى الآن صحيح اليوم عندنا جامعة القرويين خارج جامع القرويين هناك جامع القرويين هو المسجد الكبير في فاس الذي تؤدى فيه الصلوات وفي الوقت نفسه أيضا يتعلم فيه طلاب التعليم الشرعي العتيق أي طلاب المعرفة الشرعية وهناك اليوم الجامعة الحديثة ببناياتها الحديثة وبأساتذتها وطلابها إلى آخره لكن قبل مدة يسيرة من الزمان كان الناس يدرسون معارفهم داخل المسجد حتى إذا ما وصل وقت الصلاة يقطعون دروسهم ثم ينصرفون لأداء الصلاة استمر الوضع على هذا قرونا إلى العهد المريني عندما صار الناس يحتاجون إلى بعض الصناعات وبعض الصناعات تحتاج أو بعض المعارف والتعلمات تحتاج كما هو الشأن اليوم إلى مختبرات فبالتالي لا يمكن أن تؤدى في المسجد اليوم مثلا الدروس التي ندرسها اليوم بعضها يمكن أن يؤدى في المسجد لكن بعضها الآخر يحتاج إلى مختبر يحتاج إلى تجارب كيميائية أو فيزيائية أو أشياء من هذا القبيل ولذلك أسست مدارس خارج المسجد خارج مسجد القرويين فكانت طلبة يدرسون المواد الأدبية والمواد العلمية التي لا تحتاج إلى إجراء اختبارات كيميائية أو غيرها كانوا يدرسونها داخل المسجد وهذه المواد التي تحتاج إلى دراسة في المختبر وإلى إجراء اختبارات وما إلى ذلك هذه أشياء أخرجت من المسجد وصارت تتعلم في مدارس خارج عن حدود المسجد وهكذا استمر الوضع عبر تاريخ المسلمين إذن لذلك قلت إن اهتمام الأمة الإسلامية بالعلم والمعرفة هو الذي جعلها تؤسس المساجد في كل مكان بحيث لا تكاد تجد تجمعا سكانيا في مدينة أو في قرية أو حتى في رأس جبل إلا وتجد فيه المسجد لكن المسجد كما قلت بالفهم الذي أرده النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول المؤسس أول مؤسس للمساجد في الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما أسسها لا بد أن نعرف مقصده من تأسيسها فمقصده من تأسيسها ليس مجرد أداء الصلاة لذلك عندما تجد المسجد أقول هذا للإخوة في إيطاليا وفي الخارج عموما وحتى عندنا إذا وجدت المسجد يفتح لأداء الصلاة ثم يغلق بعدها فاعلم أنه إنما يقوم بنصف وظيفته بنصف وظيفته فقط وهو أداء الصلاة بينما النصف الآخر معطل النصف الآخر هو التعلم هو المسجد أو المسجد الحقيقي في نظر الإسلام هو الذي تجده مفتوحا للناس يعبدون الله فيه يذكرون الله يقرؤون القرآن ويتعلمون عندما تجد في المسجد حلق العلم هؤلاء يحفظون القرآن هؤلاء يتعلمون السنة هؤلاء يتعلمون السيرة هؤلاء يتعلمون حتى الأشياء الأخرى لا تتصوروا أننا إنما كنا نتعلم في المسجد القرآن والسنة لا كان الناس يتعلمون في المسجد الفلسفة وكانوا يتعلمون المنطق وكانوا يتعلمون الرياضيات وكانوا يتعلمون اللغات اللغات الأجنبية التي يتعلمون لغتهم الأم الأساس لغة الإسلام وهي اللغة العربية ثم يتعلمون اللغات الأخرى من أجل أن ينفتحوا على الآخرين ومن أجل أن ينقلوا علوم الآخرين ومعارف الآخرين ومن أجل أن يتحاوروا مع الآخرين فكل هذه المعارف والعلوم كانت تتعلم داخل المسجد فكان المسجد فعلا هو المسجد لأداء الصلاة وهو أيضا المدرسة لطلب العلم ولطلب المعرفة لم أجب بعد على السؤال لماذا لم نفصل بين هذا وذاك لم نفصل بين المسجد والمدرسة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قبيل دخول المحتل الفرنسي للمغرب مثلا لأن مقصد الأمة في ذلك كان هو الجمع بين الإيمان والتدين وبين العلم والمعرفة فعندما يشعر الطالب أنه أخذ معلوماته حتى بعد أن يتخرج طبيبا أو مهندسا أو أستاذا أو تاجرا أو أيا كانت وظيفته فإنه يشعر أنه أخذ معرفته من المسجد وهو مرتبط بالمسجد فهو يؤدي عباداته ويسمع كلمات الله ويسمع القرآن الكريم والسنة ويدرس التخصص الذي يريد أن يدرسه ولذلك لم تكن أمتنا عاجزة عن تخصيص مكان للدراسة وهي التي خصصت أماكن للاستشفاء وكانت رائدة في العصور التي تسمى عصور الظلام أو العصور الوسطى عند الأوروبيين كان المسلمون قد بنوا في تلك المرحلة مستشفيات على أحدث ما يمكن أن يتصور الناس وجهزوها بأفضل ما يمكن أن يكون من التجهيز وخدموا بها المرضى أفضل ما يكون من الخدمة وبنوا المؤسسات الأخرى الاجتماعية والمؤسسات الترفيهية من ملائب وغيرها فكيف يعجزون عن بناء مدرسة؟ إذن الغرض هو أنهم أرادوا أن يبقى العلم مرتبطا دائما بالدين بحيث إن الدين والعلم عندنا في الإسلام لا يتعارضان ربما وجد الأوروبيون ضرورة للفصل بين العلم والدين فتركوا الدين في الكنيسة والعلم في الجامعة والمدرسة لأنهم ربما وجدوا تعارضا ما بين الدين من جهة وما يدعو إليه وما بين العلم من جهة وما يدعو إليه وأنتم في إيطاليا خصوصا تعرفون ما وقع لغاليليو على كل حال هذا شيء آخر لكن نحن المسلمين ليس عندنا هذا الفصل ما بين العلم وما بين الدين فالدين يدعو إلى العلم والعلم يؤكد الدين ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد فأولو العلم يشهدون للدين بأحقيته والدين يشهد للعلم أيضا بأنه حق ولا يمكن أن يتعارض الدين الصحيح مع العلم الصحيح إذن هذا هكذا فهم المسلمون من دينهم أن الاهتمام بالعلم والمعرفة ضرورة وأنه لا بد من الاهتمام بهما فاستمر الأمر على ذلك إلى زمننا هذا الآن هذا العلم الذي نتحدث عنه لا بد فيه من مراتب لا بد فيه من ترتيب لا بد أن ننظر إليه على أنه مجموعة من المعارف لا يمكن أن يحيط بها الواحد مننا لا يمكن لأحد مهما كان نابغة ومهما على كعبه ومهما كانت ذاكرته قوية لا يمكنه أن يتصدى للعلوم كلها يستحيل الله تعالى هو الذي كما قال عن نفسه سبحانه وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أما طبيعة الإنسان فإنه يبقى عاجزا عن إدراك المدارك والمعارف إلا ما علمه الله عز وجل لذلك قال له الله تعالى وقل رب زدني علما أي أطلب دائما المزيد لأنك دائما في حاجة إلى الاستزادة ولأنك لا يمكن أن تحيط بكل المعارف خصوصا في زماننا هذا الذي تشعبت فيه العلوم وتشعبت فيه المعارف سواء تعلق الأمر بدائرة العلوم الشرعية الإسلامية أو بدائرة العلوم الأخرى فاحتاج الأمر إذن إلى نوع من الترتيب يحتاج الأمر إلى نوع من الأولويات في طلب العلم والمعرفة يحتاج الأمر إلى معرفة العلم الضروري العيني الذي يسميه العلماء علما عينيا وإلى العلم الكفائي أرجو أن أستطيع إيصال هذه الفكرة العلم عندنا في الإسلام له مرتبتان رئيستان هناك مرتبة العلم الضروري وهناك مرتبة العلم الكفائي العلم الضروري هو الذي لا يعذر المسلم بجاهله هو الذي يجب على كل مسلم أن يتعلم لذلك تلاحظون أن الإسلام لا يقبل بالأمية وضع المسلمين صحيح الآن مزرن والأمية عندنا ما زالت للأسف منتشرة في كثير من بلاد المسلمين وهذه جريمة في الحقيقة هذه خطيئة يرتكبها المسلمون المسلم الذي لا يتعلم هو في الحقيقة إنسان مذنب وإنسان آثم وأقل ما يقال فيه أنه لم يلتزم أمرا من أوامر الله بل لم يلتزم أول أمر من أوامر الله لأن الله تعالى أمر بمئات الأوامر أو آلافها في القرآن الكريم لكن أول فعل أمر نزل في القرآن وأول كلمة نزلت في القرآن وجاءت بصيغة فعل الأمر اقرأ لكن للأسف عدد من المسلمين لا يقرؤون بمعنى أنهم لم يحققوا هذا الأمر الإلهي تقولون ربما الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الأمر للنبي أصالة ولكنه للأمة كلها بعده من باب أن ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الغالب الأعم تخاطب به الأمة تخاطب به الأمة وإنما لبيان أهميته يوجه الخطاب فيه أولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فانطلقت الأمة إذن تتعلم وتقرأ ولذلك العلم عندنا قلت إذن مرتبتان مرتبة العلم الضروري الذي لا يعذر المسلم بجاهله ومرتبة العلم الكفائي ما المراد بالعلم الضروري وما المراد بالعلم الكفائي الضروري أو العيني أي هو الذي يجب على كل مسلم في ذاته كل مسلم يجب عليه أن يتعلم من القرآن ما يصلي به على الأقل لا نشرت أن يكون جميع المسلمين حافظين للقرآن لا هذا فرض كفائي أن يحفظ بعض المسلمين القرآن الكريم كله حتى لا يضيع القرآن من بين المسلمين لكن الأجزاء التي بها تؤدي صلاتك فهي واجبة لأن أداء الصلاة واجب ولأن القرآن جزء من الصلاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما يقول العلماء ولذلك واجب على المسلم أن يحفظ ما يؤدي به عبادته وجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام صلاة هذا فرض عين فرض عين على المسلم أن يتعلم أحكام الصلاة لأنه يريد أن يؤدي الصلاة ولا يمكنك أن تؤديها بجهل إنما تحتاج إلى أن تتعلم من أجل أن تؤدي هذه الصلاة يحتاج المسلم ضرورة عينية أن يتعلم أحكام الصيام إذا بلغ درجة الصيام قبل أن يبلغ لا بأس لكن عندما يصل إلى مرحلة البلوغ فهو مطالب أن يعرف الأساسيات والضروريات من علم الصيام من المعرفة المتعلقة بالصيام بحيث يعرف المفطرات ما الذي يفطر ما الذي لا يفطر متى يبدأ الصيام ولذلك انظروا أيها الإخوة عندما انتشر الجهل في المسلمين صرت تجد من المسلمين اليوم من يقع له خلل في أساسيات الصيام صرنا نسأل اليوم هل يمكن للإنسان أن يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن هذه كانت من بداهيات المعرفة الشرعية عندما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نحن الآن لن نتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر إنما عندنا حصة لأوقات الصلاة ضبطها علماء التوقيت وعلماء الشريعة من أجل بيان وقت الفجر ووقت المغرب انتهى الأمر لكن للأسف نتيجة انتشار الجهل صرنا نسمع بعض الأسئلة اسمحوا لي أن أقول بين قوسين إنها غبية ما كانت تطرحها الجدات الأميات لأنهن وإن كن أميات في القراءة والكتابة إلا أنهن لم يكن أميات في العلم والمعرفة فكنا يجلسنا ويستمعنا إلى الدروس ويتعلمنا المعرفة الشرعية الأساسية الحج هل معرفته واجبة عينيا أو كفائيا واجبة عينيا في حق من أراد أن يحج لو لم يكن عند المسلم استطاع لأداء فريضة الحج فهو ليس مطالب بمعرفة الأركان والواجبات والسنن والمحظورات في الحج لكن عندما يملك الاستطاعة ويريد أن يؤدي الحج فلابد يجب أن يتعلم أحكام الحج وأن لا يجلس إلى أن بعض الناس والله مرة كنت في الحرم في مكة المكرمة في سطح الحرم وجاء أحدهم وقد ارتدى لباس الإحرام وجاء دخل المسجد ووجدنا مجموعة جالسين تقريبا في هذا الوقت بين العصر والمغرب فقال هل منكم من يمكن أن أسأله؟ قلت تفضل قال أنا جئت إلى مكة ولا أعرف ما أفعل هو الآن في سطح الحرم ولم يطف ولم يسعى بعد ولا يعرف ما يفعل كل ما فعل أنه وجد الناس قد ارتدوا رداء وإزارا فلبس الرداء والإزار فسألته قال هو جاء من اليمن بطريقة غير قانونية يعني تعرفون أن اليمن مع مكة حدود كانت يعني كان يمكن للناس أن يدخلوا هكذا بسيارة دون في بعض الأحيان حتى بدون جواز صفر فقال إنه دخل بطريقة غير قانونية ويريد أن يحج ويسأل كيف يؤدي مناسكه فقلت كان عليك أن تسأل هذه الأسئلة قبل أن تدخل بيت الله الحرام لأنك الآن هل أحرمت أو لم تحرم؟ هل نويت الحج؟ ماذا نويت؟ نويت تمتعا أو قرانا أو إفرادا؟ ثم كيف ستطوف؟ كيف ستسعى؟ كيف ستقف؟ الشاهد عندي أن الناس للأسف تفش فيهم جهل كبير وصاروا لا يميزون بين المعرفة الشرعية الضرورية وبين المعرفة الكفائية فمن المعرفة الضرورية الشرعية أن يعرف المسلم أحكام الحج عندما يريد أن يحج وأحكام الزكاة أيضا إذا لم يكن لديك مال تزكيه فلا حرج عليك أن لا تعرف باب الزكاة لكن عندما تكون مثلا كسابا تمتلك رؤوسا من الغنم أو الإبل أو عندما تكون تاجرا عندك رأس مال أو عندما تكون فلاحا عندك إنتاج زراعي معين بمقادير معينة وتريد أن تزكي فواجب شرعا عليك أن تعرف أحكام الزكاة وهكذا قل في الميادين الأخرى إذا كنت تاجرا يجب أن تعرف أحكام التجارة إذا كنت مكتريا أو مكريا هل يعرف الناس الآن أحكام التجارة وأحكام الكراء أي الإيجار؟ عندما كان الناس يدرسون ابن عاصم وكانوا يجلسون إلى الفقهاء يحدثونهم عن المعرفة الشرعية في هذا الباب فكانوا يتحدثون يجوز ابن عاصم يقول يجوز في الدور وشبهها الكراء لمدة حدة وشيء قدرة ولا خروج عنه إلا بالرضى حتى يرى أمده قد انقضى وإلى آخره هذه الثقافة الشرعية كان العلماء يعلمونها للطلابهم وكانت تلقى دروسا في المساجد فتلتقطها العامة أي من كنا نسميهم أميين في القراءة والكتابة والله كانوا عارفين عالمين بعدد من مقتضيات الشريعة أكبر مما يعلمه بعض كبار المثقفين اليوم عندنا للأسف فكنت تسأله عن بعض القضايا بل في بعض دقائق الأمور في بعض بوادين المغربية يقال إن بعض الناس عندما يشيعون الميت جنازة الميت يأخذون الميت على أكتافهم وفي طريقهم إلى المقبرة يتحدثون عن تركته ويقولون يرثه ابنه فلان وابنته فلان ولا يرثه فلان ولا يرث فلان بمعنى أن هؤلاء عندهم معرفة شرعية بالمواريث والمواريث اليوم علم عز طالبها المواريث اليوم لا يكاد يضبطها طلاب العلم طلاب الجامعات والمعاهد ويجدون صعوبة في فهمها وكان الناس عندنا يضبطونها حتى ولو لم يفك الحروف قراءة وكتابة إلا أنهم كانوا يحرصون على العلم لأن المهم ليس فقط مجرد أن تعرف القراءة والكتابة هذا مستوى متدن من التعلم إنما المهم أن تكون لديك معرفة أن يكون لديك رصيد معرفي رصيد تعليمي أن يتعلم المسلم هذا هو المطلوب أما العلم الكفائي إذن العلم الضروري العيني هو الذي يجب على كل مسلم في خاصة نفسه ولا يعذر بجاله أحد وهو أساسيات ما تقوم به العقيدة فأعلم أنه لا إله إلا الله وأساسيات العبادات وأساسيات المعاملات التي تهمك شخصياً والمبادئ الأخلاقية التي يعرفها الناس جميعاً أما العلم الكفائي فهو التوغل والتخصص المعرفي في أي ميدان من الميادين هذا هو الذي يمكن أن نسميه علماً كفائياً عندما نقرأ قول الله تعالى في صورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لاحظوا هذا معنى الفرض الكفائي الكفائي بمعنى أنه فرض لكنه ليس على كل فرض من أفراد المسلمين هو فرض واجب لكن إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين يضربون مثلاً بصلاة الجنازة تعرفون أن الصلاة على الجنازة واجبة لا يجوز أن يموت ميت مسلم ويدفن دون أن يصلى عليه ولو أن مجموعة من المسلمين مات فيهم مسلم ودفنوه دون صلاة عليه لا أثموا جميعاً لكن تبرأ ذمتهم بأن يصلي عليه فرض أو فردان أو ثلاثة لو صلت مجموعة ولو قليل عليه فإن الإثم يرتفع عن الباقين هذا هو فرض الكفاية في العلوم والمعارف عندنا هناك علم أيضاً كفائي وهو الذي يطلب من بعض من أفراد الأمة فإذا قام به هذا البعض سقط التكليف والإثم عن الباقين لكن إذا لم يقم به هذا البعض فإن الأمة كلها تأثم ومثل هذا مثلاً التفقه في الدين أي أن يكون الإنسان فقيهاً هل يجب أن نكون جميعاً فقهاء عالمين بالعلوم الشرعية من تفسير وحديث وما إلى ذلك لا طبعاً لا يجب أن نتعلم أساسيات الدين كما قلت سابقاً مما نؤدي به الفرائض وما نؤدي به ما نشتغل به ومثلاً لو أراد المسلم أن يتزوج واجب أن يعلم أحكام الزواج لو أراد أن يطلق يجب أن يعلم أحكام الطلاق حتى لا يقع في مخالفة شرعية لكن العلوم الأخرى أو التوغل في الفقه وضبط علوم القرآن والتفسير والحديث وأصول الفقه واللغة وما إلى ذلك هذه أمور لا يمكن أن يتقنها الجميع وإنما احتاج الأمر فيها إلى فئة معينة فئة تتخصص في الفقه وفئة تتخصص في الأصول وفئة تتخصص في الحديث وفئة تتخصص في الطب وفئة تتخصص في الهندسة وفئة تتخصص في السياسة وفئة تتخصص في كل العلوم والمعارف كل معارف الدنيا نحن المسلمين مطالبون بمعرفتها لكن على أن تتخصص كل فئة في ميدان لذلك قال الله تعالى فلولا نفر أو قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي لا يمكن أن نخرج جميعا للجهاد ولا يمكن أن نخرج جميعا لطلب علم معين وإنما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي في كل مجموعة تخرج مجموعة أي كل مجموعة سكنية اليوم نقول كل دولة مثلا من دول المسلمين مثلا أو في غير المسلمين في كل دولة يجب أن تكون هناك مجموعات كل مجموعة تخرج من أجل أن تتعلم علما معينا فإذا فعلت الأمة ذلك تكون قد رفعت الإثم والحرج والتكليف على نفسها لكن إذا لم تفعل ذلك فإن الأمة كلها تكون آثمة ابن حزم للأندلس عليه رحمة الله كان يقول كلاما جميلا جدا كان يقول إن الأمة في معنى كلامه إذا احتاجت إلى أطباء أو احتاجت إلى مهندسين أو احتاجت إلى خبراء في صناعة من الصناعات المعروفة عند الناس أو التي يحتاجها الناس فإن الأمة كلها تكون آثمة الأمة كلها تأثم إذا كان عندها خصاص لاحظوا وقع المسلمين اليوم ولذلك لكم أن تسألوا ما سر تأخر المسلمين اليوم وتقدم غيرهم ما سر تقدم العالم الغربي والشرقي اليابان والصين أناس تقدموا وأناس تخلفوا ما السر؟ هل ديننا هو سبب تخلفنا؟ أعتقد أن ما ذكرته في هذه الكلمة يجيب على هذا السؤال أن ديننا على العكس من ذلك تماما هو الذي دفعنا في اتجاه العلم وفي اتجاه المعرفة وعندما تخلينا عن توجيهات هذا الدين ورضينا بالجهل ورضينا بالأمية ورضينا بالتخلف بقينا فعلا في ذيل القائمة وتقدم الناس وذهبوا إلى الفضاء اجتهدوا في الطب اجتهدوا في التكنولوجيا اجتهدوا في الصناعة صنعوا لنا الكاميرا صنعوا الحاسوب صنعوا الأجهزة المتطورة ونحن للأسف نتعلم فقط كيف نستهلك وكيف نستعمل هذه الأجهزة إذا استطعنا عندما وقعت هذه الجائحة هذا الوباء الذي نزل بالناس من الذي تميز؟ إن الذي تميز هم العلماء الذي تميز هم أصحاب المعرفة هم الذين الآن يستفيدون حتى مديا هذه اللقاحات التي تباع للناس والعالم كله الآن يطلبها وهي أعز ما يطلب في العالم وتدر على الشركات المصنعة مليارات من الدولارات والأروهات هؤلاء الذين يغنمون الآن هذه الغنائم ويبيعون للناس هذه التلقيحات بماذا وصلوا إلى ذلك؟ إنه العلم إنها المعرفة ونأسف نحن المسلمين أنه للأسف نحن أمة إقرأ نحن أمة العلم والمعرفة والتعلم ولم نستطع أن ننتج لقاحاً ولدواء أن نعالج به أنفسنا وما زلنا نحتاج في عدد من الأدوية إلى أن نستوردها من الخارج ونحن أمة القراءة وأمة العلم وأمة المعرفة والأمة الوسط التي أراد الله تعالى لها أن تكون الأفضل لكن لن تكون الأفضل بالانتساب فقط للدين لن تكون أمتنا الأفضل فقط لأنها تصلي أو تصوم وإنما تكون الأفضل عندما تجمع ما بين الصلاة والصيام والحج والعبادة والعقيدة من جهة وما بين العلم والمعرفة التي تؤدي بها إلى التقدم وتؤدي بها إلى الصناعة وتؤدي بها إلى الإنتاج تحتاج أمتنا إذن أيها الإخوة إلى أن تهتم بجانب العلم إلى أن تعرف مكانة هذا العلم وأن تعرف أن هذا العلم هو المعيار الذي يميز الناس ولذلك أعود إلى السؤال الذي سألنا الله عز وجل في القرآن عندما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لأقول إنه لا يمكن أن يستوي لا يستويان لا دينا ولا آخرة تعرفون أنه في الجنة طريقة صعود الجنة والرقي في الجنة بالعلم والمعرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن وهو أشرف العلوم أشرف العلوم كتاب الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بمعنى أن القرآن هو سبيل الارتقاء في الآخرة اقرأ وارتقي وهو سبيل الارتقاء في الدنيا أيضا الدنيا أيضا مفاتيحها جعلها الله عز وجل بأيدي أهل العلم بأيدي أهل العلم ذكر الله تعالى من أجل أن أختم حتى لا أطير عليكم أكثر ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم عددا من المعارف فقال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها هذا علم الزراعة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود هذا علم الجيولوجيا والجبال والأرض والبحار وما إلى ذلك ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء أي تنويه بأهل العلم تنويه بأهل المعرفة وأمتنا لا يمكنها أن تتقدم ولا يمكنها أن ترتقي إلا إذا هي أخذت بالعلم وأخذت بالمعرفة وجمعت ما بينهما جمعت ما بين الدين وما بين المعرفة آنئذ كونوا على يقين أن الله عز وجل سيرفع من شأن هذه الأمة سيرفع من شأنها في الدنيا وفي الآخرة ختاما لكلمة هذه ودليلا على هذا الذي ذكرت يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الذين آمنوا والذين أوتوا العلم عندما تجمع أمتنا ما بين الإيمان من جهة وما بين العلم من جهة كونوا على يقين أنها قد وضعت قطارها على السكة الصحيحة وعندما تفصل ما بين العلم والإيمان كونوا على يقين أنها لن تصل إلى النتيجة المرجوة في العالم الغربي الآن أخذوا بجانب العلم لكن للأسف الجانب الإيماني أو الجانب الروحي ضعيف ولذلك تجد خللا كبيرا فهم يصنعون السيارة والقمر الصناعي والتكنولوجيا الحديثة ولكن تجد ضعفا كبيرا في مستوى صناعة الإنسان في المستوى الإيماني في المستوى الروحي في مستوى الأسرة كيف يعيش الأزواج داخل البيت العلاقات الأخلاقية القيم بر الوالدين هذه أشياء فيها ضعف كبير لذلك يعيشون هذه الحاجة ويعترفون بأنهم محتاجون في هذا الجانب فهم تقدموا في جانب العلم والمعرفة كثيرا لكن في الجانب الإيماني على خلاف ذلك نحن المسلمين وقع عندنا العكس للأسف يهتم بعض مننا وليس الكل بالجانب الإيماني والجانب التعبدي لكن الجانب المعرفي للأسف عندنا ضعيف والجانب العلمي والتكنولوجي والتقن وما إلى ذلك متى نرتقي؟ نرتقي بإذن الله عز وجل عندما نجمع بين الأمرين بين الإيمان وبين المعرفة أسأل الله تعالى أن يجمع لي ولكم بين ذلك وأن يجمع لأمتنا الإسلامية عموما هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين